أعداد اللاجئين تجاوزت 400 ألف إلى الحدود البولندية منهم طبعا مقيمين كانوا في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية توجهوا إلى الحدود البولندية وأعدادهم تجاوزت 400 ألف هنا من تبقى في هذه المدينة يحاول الالتزام بالتعليمات الحكومية وهي عدم الخروج خلال ساعات الحظر أبدا المشهد خلال ساعات الحظر مخيف جدا في هذه المدينة يخيم عليها الشبح الهدوء ولا يمكن أن تجد أي شخص في الشوارع باستثناء انتشار بعض الجنود والمسلحون المدنيون عدا ذلك الشوارع خالية تماما المحال مغلقة حتى خلال ساعات رفع الحظر جميع المحال مغلقة الآن لا يوجد حظر مثلا في هذه الأثار لكن الحركة خفيفة جدا جدا في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف لا يخرج من الشارع أبدا إلا من هو مضطر لشراء بعض حاجياته من المحال القليل تعقيبا على ما تقوله عدنان عذرا على المقاطع ولكن الآن تظهر على الشاشة مباشرة صور مباشرة الجيش الأوكراني يحاول تفتيش أحد المواطنين وهو يحمل شنطة حقيبة صفر كانت العملية بطيئة وفيها بعض من الترقب من قبل الجيش الأوكراني طربوا منه أن يضع الحقيبة أرضا وأن يقوم بفتحها يبدو أن هناك ترقب كبير لأي أحد من المواطنين يخرج إلى الشوارع في هذا التوقيت